اللي صار باختصار أن الإطار التنسيق اللي كان يجمع كل الدول منتجة تحت مظلة أوبيك بلوس واللي كان السبب في استقرار الأسعار من 2016 إلى 2020 انتهى هذا الاتفاق انتهى بدون تنسيق أو اتفاق على إطار جديد فالاحتمال وارد هنا أن كل دولة راح تنتج على كيفها وتسعر على كيفها وهنا ممكن تلاقي السعودية نفسها خسرت حصة سوقية معتبرة لذلك كان القرار الشجاع هو حماية حصتنا السوقية كيف؟ بأننا ننتج بطاقتنا القصوى مهما كلف الأمر هو اللي صار أتذكر أنا كان مار السبعة شهر مار ثلاثة اتصل فيني الأمير عبدالعزيز على غير العادة في يوم سبت صباح وذكر أنا عارف أن في ينا اجتماعات أوبيك سموه فقال لي أنا ودي أجتمع معاك اليوم لطال عمرك أنت في ينا قال لا لا أنا متجه للطيارة وأشوفك العصر اتشار فاجتماعنا في المكتب في الظهران عندنا أنا وبعض عضاء فريق الدارة في أرانكو مع سموه قال ذلك اجتماع سموه ذكر أن توجيها تصدرت أنه نرفع الإنتاج للطاقة القصوى بداية من شهر أبريل قاعدنا أتذكر أنه حتى صلينا المغرب سوا كملنا شوي وبعدين تواصلت مع سموه قبلت له رامكوم ممكن تصل بما هو موجود في الخزانات حوالي 12 مليون و300 ألف وفي الأشهر التالية ممكن تصل لـ 12 و12 و12 أخذهم في الاعتبار أيضا من تاج المنطقة المحايدة وكذا كان في بعض الأخوان في الوزارة اللي كانوا معي في اجتماع أوبيك وكان في الأخوان عمين ناصر دكتور محمد القحطاني وسينير ماني لكل الإدارة التنفيذية في شركة أرانكو أذكر تماما بعد ما خلصنا الاجتماع وصلت مع الأمير قلت هذه الأرقام اللي عندنا قال لي توقع الله حتى مرة ثانية قلت ترى يعني لازم نغير من طريقة الأرانكو هذا قرار تتخذ أرانكو منفردة نعطيها الرقم كامل مننتج وهم يعالجوا موضوع التسويق والتسعير وكم الهوامش اللي يطلبونها وكذا فقلت له لكن ترى مجرد ما يطلع الخبر يوم الاثنين ترى بيكون فيه انخفاض حاد ومفرد نتيجة لأن أرانكو راح تخفض طريقة تسعيرها حتى تقدر تمشي هالكميات هالكبيرة كان فيه إصرار فترجعت لهم أعتقد أن دخلت مكتب أمين الناصر إن كان مانيواه ورجعت للقاية الاجتماعات وقلت لهم خلاص نفذ أنا عندي توجيه النفذ لن أنسى ما حييت لن أنسى ما حييت نخم دكتور محمد القحطاني في هرامكو بقف ويذكرها الآن جيدا أنه حتى يعني شفت في عينه زي الدمعة الدمعة مو بخوف ولا هلاء ولا كده دمعة يعني تزاز وفخر كان بطولة كده قال هذا أعظم يوم عشته في حياتي وبعدين كلنا قمنا وأمانتين كلنا صفقا على خطورة وصعوبة هذا القرار على إنه خلاص الآن موضوع تحول تماماً ما هي قضية أسعار ما هي قضية ربح ما هي قضية دخل ما هي قضية نكون أو لا نكون من يتسيد هذا القطاع أيضاً تعرف أن لما نتكلم عن الطاقة القصوى كان فيه مشككين كثير لأنه ما قد وصلنا للطاقة القصوى زي ما ذكرت لك 11.1 ويوم واحد وصلنا يوم هذا خلال من بداية الشركة ما قد وصلنا للإنتاج هذا فكانوا مشككين كثير إنه هذا الطاقة القصوى التي تتكلم عنها أرامكو سرب رقم وحطينا مو صحيح لكن في شهر أبريل أثبتنا للعالم قدرة الشركات بوصل جائحة الكورونا مع الإحترازات الطبية أو تقييد السفر رفعنا الإنتاج ثلاثة مليون برميل